موسيقى بس بالمناسبة الانتخابات بتاعت فرنسا لها تأثيرات مهمة قد يعني تؤثر بشكل أو بآخر على المنطقة بتاعتنا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأيضا إفريقيا بالمناسبة يعني أو فرانكوفون إفريقي لكن مش دي المسألة المسألة هنا في إيه؟ إنه إحنا طول الوقت إحنا منطقة الشرق الأوسط وغيرنا من بعض الدول التي أطلق عليها من بعض الحرب العالمية التانية كلمة العالم الثالث انتعرف كلمة العالم الثالث دي مش معناها حاجة وحشة هي معناها الدول اللي ما كانتش مشاركة بفاعلية ومباشرة في الحرب يعني اللي هي ما كانتش ولا الحلفة ولا المحور زي حالتنا على سبيل المثال يعني أو الهند على سبيل المثال تاني يعني مهم فالدول دي دايما بتقعد تتأثر بمجريات الأحداث العالمية وجيه على بالي إنه هو إحنا إمتى ما نبقاش متأثرين بالأحداث العالمية بهذا القادرة تيجي تقول لي يوسف إزاي يعني؟ يعني هو في حد ما بيتأثرش بالحرب بالروسية الأوكرانية يقول لك لأ كله بيتأثر بس مش كله هيتأثر مثلا من نتاج الانتخابات في فرنسا أو كله يتأثر مثلا من نتاج الانتخابات السابقة في ألمانيا أو كله هيتأثر من نتاج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية يجي ديمقراطين أو يجي جمهوريين بعض الدول بعض الدول هي اللي بتتأثر وبعض أحلم طول الوقت إمتى ما نتأثرش تعرف إن إحنا مثلا اقتصادياتنا كلنا كدول اقتصادها لم يكن قويا اتأثرنا بشدة سنة 1944 من اتفاقية مفترض أنها كانت اتفاقية نقد دولي هي معروفة باسم بريتون وودز اتعمل سنة 44 اللي شارك فيها 44 دولة حلو تخيئ لما يبقى العالم 192 دولة ف44 دولة يتحكموا في الباقي إيه اللي فترة ده ويحطوا مجموعة من التصورات للسياسات النقدية الدولية تؤثر على العالم يعني الأقلية أثرت على الإغلبية وبعدين يجي ويكلموك على الديمقراطية مثلا دي حاجة تعلق من الدحك برضو يعني مفارقات غريبة وبعدين تكتشف أنه كل ما جاء أو محور ما جاء في بريتون وودز اللي هي بالأساس كانت قايمة على فكرة المكافئ الدهبي للدولار أنه كل دولار إن سلمته فإنك سوف تستلم بمقابل سبعة وثمانية من عشر جران دهب عيار 24 عشر على عشر تحصل سنة 1971 انكشاف للكزبة والخضعة الكبرى حاجة اسمها صدمة نيكسن سنة 71 فييجي نيكسن ويعلن بأنه لا يا جماعة إحنا أسفين جدا أمريكا مش هتسلم المكافئ الدهبي مقابل أي دولار يقدم إلى البنك الفيدرالي الأمريكي وأنه ده ما ينفعش وأنه إحنا غير قادرين على ذلك ساعة 44 كانت أمريكا بتمتلك 75% من احتياط الدهب العالمي 71% ما كانش كده وبالتالي أمريكا ما كانش عندها القدرة ده معناه إيه بالمناسبة؟ هو ده معناه أنه سعر الدولار الحقيقي مش كده وإن كان لنا في هذا حديث آخر يعني عايز تقولي يا يوسف أن المكانة في أمريكا بتطبع وراء أخضر عمال على بطال قوله مفصل آه الحدوتة دي بقى هيجي لها وقتها بس دلوقتي في حدوتة يمكن شغل حضراتكم أكتر أنا ليس بحكي لك الحدوتة دي عشان بس تبقى فاهم الاقتصاد في العالم بيمشي إزاي وإنك ما تصدقش طول الوقت إن الأزمة عندك معلش قبل ما هنروح على قصة كيراش لأنه لو أنت صدقت إن الأزمة عندك يبقى أنت ما عندكش المعلومة الكاملة أنا حب أدي لك جاي من المعلومة الكاملة يا فندم تقرير صندوق النقد الدولي وتقرير الإيكونوميست بيقول في سنة 2021 إن مصر من أقوى 30 اقتصاد على مستوى العالم وال30 اقتصاد دول بيساوى 83% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي للكرة الأرضية يعني مصر في الطوب 30 أنا متذكر إنه في نفس ذات العام كنت أنا بتكلم مرة كده والإخوان قاعدوا يشتموا ويقلوا أداموا ومبتع لأن أنا قلت 20-30 مصر في الطوب 20 وبعدها بفترة وجيزة هتبقى في السبعة الكبار مصر هي البلد الوحيد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط اللي حققت نموه إيجابي 36% من عشر الكل يجمع على إنه مصر عدت أصعب مراحلها الاقتصادية وخلصت عليها الكل يجمع ده في العالم إنه الكورونا هي اللي عطلت مصر والحرب اللي حصلها هي اللي عطلت مصر فلو سمحت ما تسلمش دماغك لأسافل القوم من الإخوان كفاك إنك بتتفرج على الاختيار وشايف حجم التأمر عامل إزاي أديك شفت مبارح المفاجأة بتاعة الحلقة اللي بتيجي في آخر الحلقة واللي كنت نفسي أقولهاك وسأنا عرفتها من قبل لي يجيب عشر دقيق كده المهم أديك شفت التأمر كان عامل إزاي في حديث محمد مرسي مع رحمة الله عليه المشير طنطوي وفي حضور فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي أنا داك كان ألواء عبد الفتاح السيسي وشفت مرسي بيطلب إيه ده بيطلب اللي التفاف على قرارة المحكمة وبيطلب عدم تفعيلها وبيطلب خرق دستوري وبيطلب وبيطلب ومين اللي بيرفض المشير طنطوي الله أرحمه تيجي انت تصدق لي الإخوان يا راجل دا العيال بتاعت الإخوان في قنواتهم سواء إزا كانوا بره أو محاولاتهم إنهم ما يعملوا ومش عارف شوية حاجات على يوتيوب وتيك توك والهابل اللي بيعدوا يعملوا من جوة ولا من بره مش فارق معايا دول بيبكوا بدل الدموع ده مع اللي طالع وما كانوش متصورين إنه كل هذه الملفات سوف تظهر فيه مسلسل في يوم من الأيام ولا كانوا متصورين إنه هما بيتصوروا بيتسجلهم ويش ولا إيه حلوة تسريبات عجبتكو لا ساعة الإخوان لا ساعة من النوع اللي هو يعني مش الإخوان طلعوا هما كمان غاوين تجمة على رأيي كبير قوي جزء السادس أو الله غاوين تجمة صحيح يعني المهم تعال نروح على موضوع كارلوس كيروش وقرر النهار دا مجلس إدارة اتحاد الكورة إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنطقة بمصر والتخارج دا حصل بالتراضي بعد الاتفاق ما بينهم على الاكتفاء بالفترة اللي فاتت مجلس إدارة اتحاد الكورة عمل الجلسة دي النهار دا لمناقشة مصير كيروش طبعا للأسف بعد عدم تأهلنا لبطولة كاس العالم سنة عشرين اتنين وعشرين في دولة قطر وهنا يجي السؤال يا ترى هل ترى مين بعد كيروش؟ وهنا بقى هنبدأ نرجع للمحللين بتوعنا والنقاد الرياضيين وكتابنا الرياضيين الكبار يقولولنا يا ترى الترجحات ذاهبة الى مين؟ او على الاقل الشورتليست مين؟ تلاتة اربعة عايزين نعرف برضو الاسامي اللي ممكن تكون بتجول فيه الخاطر للتعاقد معا ونتمنى انه يبقى حظنا اكثر توفيقا في اختيار المدرب او المدير الفني القادم تعالى نروح على المباراة بتاعت مانشستر سيتي وليفر بول واللي كانت مباراة قوية ملتهبة محتقنة يعني حرب كورة على الملعب بس كورة كورة فيش فيها عمف ولا حاجة ولا الكلام من ده ولا تشجيع مش قد كده مانشستر سيتي وليفر بول يجي مانشستر سيتي يدخلوا الجون الاول فيروح رادد ليفر بول بالجون التاني خلص كده بقت واحد واحد يروح مانشستر سيتي مدخل الجون رقم تلاتة فبقت كده اتنين واحد مانشستر يروح جاي ليفر بول صلاح يصلح الكورة معناه يشوت دخل الجون بقت اتنين اتنين مباراة كانت حلوة جدا رائعة بكل المقييس الأحداث لم تتوقف ولو ثانية واحدة الناس بصراحة على هذا الملعب وفوا بوعدهم للجماهير اللي ترقبت مباراة القمة وبكده يبقى الفرق ما بين لتنين نقطة واحدة عدد واحد نقطة آه يا ترى يا هل ترى هيحصل إيه انتظروا مانشستر سيتي وليفر بول وانا اتمنى كل التوفيق لليفر بول بس عشان خطر أبو صلاح طيب خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام وعودة مرة أخرى للحديث حول الاختيار ثلاثة بصوا هو في مسلسلين جمدين بصراحة الاختيار ثلاثة وفاتن أمل حربي اللي اتنين دول في الجون العقدون حلو بس اللي اتنين دول في الجون في الجون يعني ممكن أخد العقدون يعني دول يبقى الأول والأول والعقدون يجي معايا نمر اتنين بس دول كانوا جمدين قوي بصراحة عاجبيني بشكل مش عارف هل الاختيار عاجبني علشان كم النجوم الرائعين اللي موجودين فيه ولا الأداء المزهل بتاع النجوم وهم بيجسدوا الشخصيات وزي ما كنت بقول كده فيه صعوبة حقيقية في أنه نجم بيجسد لنا شخصية احنا شفناها أو لا زالت معاصرة معانا زي الأستاذ مفيد عشور أستاذ مفيد عشور بالقطع نجم كبير لا يشق له غبار ودي كلام جد بها من شزار يعني أستاذ مفيد عشور عندما يمثل باللغة العربية الفصحة فهو الأعلى تمكنا وعندما يمثل ابن بلد فهو ابن بلد يقنعك حتى نخاع أنه من قلب الحرة المصرية وإذا كان من الريف المصري فهو فلاح من أهلين يعني طول الوقت الأستاذ مفيد عشور فعلا مش هزار من الفنانين اللي بجد يخلوك تبقى قاعد مش بس بتحترمهم تبقى سعيد بأنه هم من الناس اللي شكلوا وجدانك أستاذ مفيد أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بيك يا أستاذ يوسف وكل سلام حالة طيب لا أنا أقول أستاذ مفيد حضرتك ما ينفعش تقولي أستاذ يوسف خالص 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 المقامات محفوظة لا يا فندم العفو ده احنا هو أنا طول هو أنا طول ده أنا فرحان وكل فخر إن أنا بكلم حضرتك والله يعني كلام اللي أنت وضع كلام كتير علي لا يا فندم أقل حاجة تتقال يا فندم أقل حاجة أستاذ مفيد صعوبة تجسيد شخصية معصرة تديها كم من عشرة في مستوى الصعوبة بشوف أنا حول أحضرتك على حاجة تعال نطلق على هذه الشخصيات مسمى أن يسميها شخصيات تاريخية بمعنى أن هذه الشخصيات صلعت فارقا في تاريخ أمتها يعني وأصرت في تاريخها بشكل عام سلبا أو إيجابا سواء كان أديب أو شاعر أو مفكر أو سياسي أو رجل دين في شخصيات تاريخية غير معصرة أنا بس عشان نحاول بس نقرب السادة المتفرقين أيوه لمدى صعوبة أن ممثل يعمل شخصية من شخصيات دي أيوه في شخصيات تاريخية غير معصرة صحيح أيوه فالممثل حر الحركة في أنه يتخيل الشخصية كما يحلو له ألي أتخيلها وهو المرجع بتاعه ما دون عنها في التاريخ وما هو موجود في الصور من حيث الزي من حيث الشاكي فالممثل المتفرج لا أعرفش الشخصيات تتكلم إزاي ولا تنفعل إزاي ولا تمشي إزاي ولا تقعد إزاي ولا كلام إليه أنا كليها الشرف أنا عملت ساعد بن ساعد زغلول وعملت أحمد بن لؤاد في عصر الأئمة فكنت حر الحركة إنما لما تجي تعمل شخصية تاريخية معصرة يعني المتفرج شفها أو لو ما شفهاش ففيه مستندات موجودة على يوتيوب للقاءات لها صحيح يعني أنا مثلا عملت طا حسين عملت رئيس السادات عملت الموسيقار محمد الموجي عملت رئيس جمال عبد الناصر في الإزاعة أيو فأنا في النهاية محكوم بهذه الشخصية بكيف تتكلم الشخصية كيف تنفعل الشخصية كيف تجلس الشخصية يعني أنت محاصر طول الوقت بأن أنت لازم توصل الشخصية كما هي موثقة فيديويا حلو جدا طيب الشخصية التاريخية المعاصرة التي رحلت كويس الشخصية المعاصرة اللي حية وسطنا اللي موجود دي بقى مش صعبة دي صعبة جدا 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 لأن لأن الشخصية دي موجودة بيننا موجودة مازالت حية مازالت فالممثل الحقيقة محاصر حصار شديد جدا طيب فيه نوعين من الشخصيات يمكن الاختيار كان بيشتغل عليهم النوعية الأولى هي إما أنها شخصيات وطنية رفيعة المستوى أو شخصيات ذات قيمة فكرية أو دينية رفيعة المستوى وفيه بقى الشخصيات التانية الجماعة إياهم المشاهد هو بيتفرج على قيمة وطنية كبيرة أو قيمة دينية رفيعة المستوى وحضرتك قمت بدور مولانا الشيخ الإمام الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر فهنا المشاهد بيبقى حساس جدا وهو بيتفرج وبيتابع كل حاجة دي بتحكمها إزاي هو عشان أقمى قبل ما المتفرج يشوف أنا كممثل بستعد للشخصية بحاول أجمع ذات عن الشخصية جميل يعني أنا طبعا ما كانش ليه الشرف مقابلة مولانا الإمام الطيب لظروفه هو أو لضيق الوقت يعني إنما أنا اتفرجت على حوالي 8 ساعات فيديو لقاءات للإمام أحمد الطيب عظيم وكان فيه فيديو مفصلي بالنسبة لنا لأنه كان فيه الشيخ أحمد الطيب بيتكلم بشكل عفوي بشكل اللي هو كان المناظرة اللي كان بينهم بالضبطور الخشت أيوة القاهرة غير اللقاءات التلفزيونية الأخرى بقى اللي هي البرامج البرامج هو هو بيتكلم بشكل بأسئلة بتقلوا بشكل بيرد عليها دينيا أيوة من وجهة النظر الدينية يعني لكن هذه المناظرة هو بيتكلم بشكل عفوي بيتحرك بشكل عفوي بشوفه بينفعل بيتحرك يعني أنا كنت المناظرة دي بيتفرجتها مثلا حوالي 20 مرة أو 30 مرة عشان أعرف أكون أكون يبقى عندي عناصر عناصر الشيخ حبدا الطيب يبقى فيه انطباعات واضحة عن شخصية الدكتور الطيب بالضبط بالضبط وبعين هو الخطير بقى في المسلسل يبقى في المسلسل اختيار اخراجيا أن الدكتور بيتر ميمي بيجيب الشخصية مثلا شخصية مثلا إمام أحمد الطيب مثلا أو شخصية مثلا خيرة الشاطر أو شخصية محمد مرسي أو شخصية أي سيم أو شخصية المشيدة النطاوي بيجيب بيجيب الشخصية الممثلة وبعدين يروح بداخل بفيديو آخر للشخصية الحقيقية فأنت أنت كمتفرق كمتلقي عندك حكم فوري على طول إذا كان هذا الممثل أجاد أمنا بيجد قريب ولا بعيد دي خطورة المسلسل مهنة شديدة الصعوبة كان الله في العون دي خطورة المسلسل بس هو بشكل عام أي ممثل عضو نقابة المهنة التمثلية في مصر له الشرف أنه يعمل مشهد واحد بس في هذا المسلسل الوطني المسلسل اللي إحنا كنا بحارسين ما فيش ممثل في مصر شاء الله حيقول جملة في المسلسل أو هيعدي من حفة الكدر الأيمن حفة الكدر الأيصر أو هيعدي في المسلسل كده والله عندك حق السيد لأنه فعلا مسلسل جميل أستاذ مفيد أولا خليني أشكرك على أنك معنا على التليفون وأشكرك على أداء رائع كما جرت العادة ومش أنا اللي أشهد يعني أنا أقل وأصغر من ذلك وأحب وأتمنى أن أنا أتشرف بمقابلتك في البرنامج يسعدني 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 يبقى توكلنا على الله نعتبر كتابنا عقد توكلنا على الله ألف ألف شكر حضرك أستاذ مفيد وتهانينا مرة تانية وشكرا على مشاركتك وعلى أداءك العظيم في هذا المسلسل اللي فعلا هو شرف لكل من يشارك فيه طيب خلوني أخدكم على مسلسل آخر بس قبل ما أخذك على المسلسل الآخر أنا عايز أكلمك عن الفنانة سما إبراهيم وأنا أدعي أن أنا شفت أعمال كتير للفنانة سما إبراهيم وشفت قد إيه هي تقدر تدي لك روح الشخصية كما يجب أن تكون إذا كانت الشخصية مثقفة واعية إذا كانت الشخصية طبيبة تمارس التوعية في مناطق شبه ريفية إذا كانت الشخصية تعاني من اعتلالات نفسية إذا كانت الشخصية شخصية عادية زي كل السيدات المصريات الفضليات فإنه سما إبراهيم طول الوقت قدرة قدرة لا متنهية على إقناعك فلما تيجي تشوف بقى الفنانة الكبيرة بجد يعني سما إبراهيم وهي تقدم شخصية الكبيرة فحت هو مكي بيجيب الأسماء دي مني إزايك عاملة إيه إذا كان هذا الكلام لي فأنا يعني خاجلانة جدا لا لا أرجوكي أرجوكي يعني خليني أن أنا كمان أبلغك أنه مراتي تحبك حب غير طبيعي والله العظيم تحياتي بيها وبشكرك جدا لا إحنا نشكرك خليني الأول أسألك هو الموهبة دي إيه يعني أصل سبحان الله العظيم أي دور بتعمليه بيطلع على رأي الجماعة اللبنانية لابق متفصل كحك هو حضرتك للسأيل سبحان الله هو العيلة والأسرة والفن ودايما بقولها وبكررها التجمعات الأسرية اللي كان فيها شميه دهون على شوية شعر عالمي يقول نقطة سكتش الجودة وإحنا صغيرين لضم كده مع شرارة الفن مع مين بيداندن كل ده يعني الأسكندرانية وأدعي أنه مصر كلها فيها كانت التجمعات الأسرية دي من ده ومن أنه الأسرة تصدق من أنه ماما تصدق وبابا وأخوية وأختي فيدعموني يفضلوا يدعموني أنا مدينة لهم بكل الفضل بعد كم ربنا وإنه يبقى اللي حواليك طول الوقت طول الوقت ربنا يكرمك بناس بتدعم يعني وصولا لأحمد الجندي اللي مصدق مش بس فيها وفي غيري وفي كل مخرج أنا اشتغلت معايا كان بيصدق في أنه الممثل ده عنده شخص ده عنده وعلى فكرة في كل المجالات يعني جوة اللي تصنع نفسها حتلاقي منتير جديد ومصور جديد ودم جديد لما بيحصل حتى لو كبار في السن زي حالتي كده لما بيحصل هتبقى تسأل نفسك لا كم سين ده كبار في السن شكرا لكل ولا كبار في السن ولا أي حاجة خالص من المسبة يعني لأ لسه جاي لكم بأدوار أنا عمالة برزر تقريبا في سن الأدوار طب صحيح اسم الكبيرة فحت ده طلع من فين أحمد الجندي ولا ميكي ولا إنتي ولا مين طلع من من أحمد الجندي وميكي والكتابة يعني الأشرف عليها مصطفى وعيد وكمان الحلقات اللي كان فيها الكبيرة كانت بنوتة جميلة اسمها طارة هجرس يعني يعني أنا عارفة أن أنا حاسبقت في الكلام وأقول لك كل تفصيلة صراحة هم كانوا صناها قبل مني طارة سعدة هجرس آه آه طبعا يعني كل تفصيلة آه هم كان دي هم الخط الأول يعني أنا جيت زي ما بيقوله كده إيه دلعت بالورق الجميل والشخصية اللي مكتوبة حلوة قوي بالستايل الاستعبير بيعين الكاميرامان آآ يعني حضرتك شاهم قصدي هي صناعة مشتركة يمكن إحنا بناخد اللقطة في الآخر بس بجد بجد فريق العمل حالة كانت كده حالة دافية يعني بمبوناية أصلا يعني أنا تعودت دايما أما بشوفك فبشوفك فأدوار صعبة ما هي السهلة الكوميديا شيء صعب ما هو السهل على الإطلاق قوي 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 خالص جدا ولسه أنا كنت بكلم صديقي العزيز جدا نجمينة أكرم حسني فبقول له أكرم في معادلة نجحة لإضحاك المصريين قال للمصريين أصعب شعب تدحكوا لأنه دمه خفيف فدي حاجة في منتهى الصعوبة هي في كل الأخوال إذا كنت عايزت تدخل القلب صدق الشخصية يعني الحاجات لأنك تبقى بجد هتلاقي أكتر حاجة مثلا إذا كنا بنتكلم على الكوميديا أكتر مشاهد ممكن تكون بتصيب البحجة يعني وتدخل السرور كده على القلب مش بالضرورة الموثلين يكونوا بيضحكوا يعني الموقف هو اللي بيضحك صح جدية التعامل مع الموقف صح برغم بين بقى من الصخرية اللي جواه هي اللي بتصنع على البحجة أيوا المسألة مش إفية المسألة موقف بالضبط كده خليني أشكرك جدا 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 على دور جميل ومبهج جدا أنا اللي بشكر حضرتك وأشكرك على قبولك المكالمة وأقولك بقى إيه أشكرك مقدما أنك هتجلنا ولا إيه يا يوسف يا حساني أنت مظبوط ياط أرجوكي أرجوكي أنا بأت اللي عايزة أذكر حضرتك جدا على اهتمامك بالتنوع في المادة اللي بتقدمها دايما لا لا يا خلال أنا يبقى محصن حسنة لو تتقابلنا بإذن الله لا ده أنا اللي أتشرف حقيقي أتشرف بشدة يعني بجد من قلبي أنا بشكرك جدا ومرة تانية مرسيل لكل الصناعة اللي بيبقوا ورا الكاميرا في كل الأعمال صحيح أنا يمكن أسجل إعجابي وشكري شديد كمان لحمد الجندي على قدرته أنه يقدم مسلسل ناجح لمدة ست مرات ومكي وقدرته فيه ابتكار شخصيات كلكو عملتوا كفريق عمل وبالذات الناس اللي ورا الكاميرا عملتوا حاجة يعني شدت كل المشاهدين وسحبت البصات من تحت أقدام الكسيرين بصرف النظر هم مين جامعة الكبار والصغيرين لما يتفرجوا على شيء رائع جدا 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 أنا بشكرك بجد وبشكر صناع هذا العمل شكرا مرسيل ألف ألف ومنتظرينك أشكرك جدا 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 الفنانة الكبيرة سامة إبراهيم إحنا كنا بنتكلم لو تفتكروا فأول والتاني حلقة في رمضان والله ما بقيت فاكر يحيى وكنوز وقلت لكم ده مسلسل حلو وزكي ومهم قوي أنه معمول بعقوله بأدين المصريين ما هو ده الحوافريت بتاعنا بتاعنا إحنا صنعت إيدينا وحيات عينينا إبداع المصريين في الأنيميشن لم يتوقف عند الأستاذ مهيب مبدع الأنيميشن العظيم والكبير أستاذ الأسدزة في مصر ولم يتوقف أيضا عند الدكتورة مونة بن نصر رحمة الله عليه ورحمة الله على طبعا الأستاذ مهيب الله يرحمه لكن بيستمر إبداع صنع الأنيميشن وصنع الجرافيكس المصريين والمبدعين اللي بيكتبوا والكتابة هنا عامل كبير وضخم جدا إنك تكتب حاجة مفيدة وزكية ولا تستهين بعقول الصغار أبدا ماليش نسميهم الصغار ولدنا وفي نفس الوقت تبقى الحاجة فيها زكاء وفيها إبداع وفيها إفادة اللي كتب ده بقى مين؟ محمد عدلي ادخل يا عدلي فاصل ويكون موجود معانا على الهواء ولأنه محمد عدلي أبداع ولأنه بنا أصدقاء مشتركين كتير يعني موصيين عليه توصية مزهلة وإن كان هو مش محتاج وصاة دولة يوصي علينا منورنا محمد عدلي مؤلف واحد من أجمل المسلسلات اللي ظهرت خلال الفترة اللي فاتت إزا حضرتك كل سنة وحضرك طيب وانت بصحة والسلام ورمضان كريم عليك الله أكرم أنا بشكر حضرك جدا أنت من الحلقات الأولى وانت بتشيد بالمسلسل ودي حاجة مفرحانة جدا حقك حبيبي حقك وقال من حقك تعالي نخدها واحدة واحدة يحيى وكنوس دي تولدت إزاي؟ يحيى وكنوس كانت تولدت بالصدفة يعني أنا طول الوقت بحس أن أنا بس أن نفس سؤال ليه ناس كتير ممكن مش مصريين بيقدموا الحضارة المصرية القديمة من وجهة نظرهم بالمراجع اللي هم بيقروها بطريقتهم هم حتى بيستغلوا الأحداث الحضارية العظيمة اللي بتحصل عندنا بطريقتهم فطول الوقت كنت عاوز أستغل حدث حضاري عظيم زي حفل موكب المميوات لصالح نحن إن أنا أربط اللي حصل دراميا في عقل الجيل الجديد حتى الكبار مش الصغيرين بس فالفكرة كانت صدفة يعني مجرد سطر أو والله عايز أقولك أن هريكورد على لاتساب بينيو بين المشرف العام على المشروع كله سيد اسلام عبد الحكيم قلت له إيه رأيك لو فيه طفل صغير عنده فضول وحضر حفل المميوات الموكب مع فرحلة مدرسية والفضول خلا يدخل جوا عربة ملكية وحصل حاجة اللي هم اتشافت في الحلقة الثانية ممكن يحصل إيه إنت من رأيك وفجأة الفكرة الحمد لله بعد شغل كتير تحولت لمعالجة والمعالجة بقت حلقات والموضوع كبر والحمد لله يعني خدنا شهور عشان ننفزه فأنا بعتبر أن يحيى كنوز هو خطوة على الطريق طويل خطوة مهمة على طريق طويل يخلينا نقدر نقدم معلومات دقيقة وصحيحة في إطار كوميديا في إطار درامي لايق للأطفال إحنا دايما كان عندنا أو أنا كنت بشوف كده إن إحنا بنقدم إما درس تعليم معلومات بشكل صريح أو أعمال مش لايقة على جيل بيفهم في السوشيال ميديا أكتر من أجيال كتير أكبر منه فإحنا حاولنا نعمل أو نحقق المعادلة الصعبة دي في إحياء وكنوز نخلي العمل المشوق لايق على الطفل بيخطبه باللغة بتاعته وفي نفس الوقت كل معلومة فيه حقيقية ودقيقة 100% في ميزة حلوة في العمل جزء منها مبني على شيء ما هو نقيصة لدينا إن إحنا ثقافتنا فيما هو متعلق بالحضارة المصرية القديمة ما هياش ثقافة كافية للأسف برغمنا حضارة نحن وبدأنا ننتفض ونقرأ ونفكر وإحنا بنتفرج على موكب المميوات وعلى الاحتفال بتاع طريق الكباش وكذا فحصل زي انتفاضة كده لدى جميع المصريين وتموا بهذا الموضوع ده كان بيتواكب مع كشفات أسرية كتير جدا حصل السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول لكن إن أنا أقدم عمل الولاد يستفيدوا منه والكبار كمان أصبحوا بيتابعوه ومستمتعين به دي برضو معادلة صعبة يا عدل صحيح لإن إحنا المعلومة عندنا موسقة وده تقدم في إطار درامي مشوق مش بس للطفل أنت لما شخص ناضج أو شخص كبير هتتفرج على العمل أنا واثق أنه بالنسبة 90 فيلم من المعلومات اللي إحنا قلناها لم تناقش في أي عمل درامي مصري وإن كان في أي عمل بشكل عام إحنا معنا سيرة 12 ملك وملكة بالمناسبة يعني في الحلقات اللي جاية فيها ماليكات محدش قدمهم بالشكل بتاعنا ده قبل كده يمكن إحنا الموضوع ده طبعا خدمي عندنا وقت كبير عندنا فريق رسوم متحركة ضخم جدا اشتغل على الموضوع لشهور المدققين التاريخيين مش بس تشتغلوا على الورق أنا عايز أقول لحضرتك أنه هم اشتغلوا على الملابس بتاعة الشخصيات كانوا بيعودوا مع المسؤولين عن الرسوم المتحركة بعد ما خلصت أنا الكتابة ويبدأوا يتعاملوا المصر القديم ما كانش بيحارب مثلا بالسيف لغاية فترة معينة فمش هينفع نتعامل في المعارك اللي ما قبل هذا الملك بالسيف وبالتالي المعارك هيبقى فيها أدوات الحرب الفلانية والفلانية تلك معروفة في الزمن ده كل حاجة كل حاجة احنا الأستاذ الدكتور خالد غريب صراحة بشكره جدا قدم لنا كل اللي احنا محتاجينه من أول ما كان الموضوع مجرد فكرة وبدأنا نتعاون سوا لحد يعني انشاء الله لما نخلص الحلقات كلها بإذن الله يعني عمليا احنا تم بزلق مجهود في التدقيق التاريخي حتى على مستوى الملابس الأدوات كل حاجة كل حاجة ما بنعملش مسلسل كارتون حبوب لذيذ نسلي بيه لعائل الزغيرة وهو ده اللي احنا كنا عاوزينه احنا ما كناش عاوزين حد يقعد سوشيال ميدا دلوقتي ما بترحمش الناس قاعدين والجمهور العادي بقى فاهم جدا بقى عارف بقى فاهم والناس للأمانة مش هتغلب في معلومات يعني لو شكت في معلومة وحبت تجيبها وقررت ان هي هتعلي عليك هتعمل ده اصلا كمان اصبح فيه شراسة نقدية على السوشيال ميدا صحيح يعني يغتالك لو غيرت واقرب حاجة اللي عمل ده مش ملمة أو ما زاكرش كويس او ما عملش فاحنا كنا خلاص هنكتب كنا بنقعد سواء بنتفق على المادة التاريخية قبل الدراما حلو احنا طوعنا الدراما للتاريخ مش العكس علشان خلال انا قلت له مش تغلوا بكل راحتكم وانا اللي معاكم مش العكس وبناء عليه بدأ تاخد منهم واشتغل من وراهم فعملنا الحمد لله شغل معلومات جيدة جدا هتنفع الكبير وهتنفع الصغير وفي نفس الوقت في إطار لذيذ يعني طيب ساعات بنبقى عندنا تخوفات كبيرة جدا من انه لما نيجي نقدم عمل موجه للأطفال ان احنا بنبقى خايفين انه يظهر بلغة ما بين قصين عبيطة صحيح فالعيال الزغيرة تقولك ايه يا عم الكلام الفاضي ده هو ايش فاكرني تافى فاكرني هايف محدش بيتكلم كده محدش بيسأل اسئلة الهابلة دي مش عارف الكلام من وانتو تخطيتو ده تماما الحمد لله احنا قدرنا نعمل ده عشان زي ما قلت الحرك في الاول احنا عاوزين نحق المعادلة ان احنا بنخاطب جيل مختلف تماما عننا واحنا صغيرين احنا انا عرف اولاد 15 سنة و14 سنة عندهم فولورز على الانستجرام ارقام كبيرة جدا وبيعرفوا يتعاملوا وبيعرفوا صوروا كويس فانت مش هتقدر تضحك عليهم بحاجات انت فكرها انها مناسبة للطفل كلمة الطفل هي فتفاضة جدا في الاخر انت بتخاطب جيل ليه ليه قلياته وليه الدنيا بتاعته اللي مش شرط ابدا تكون شبهك ككاتب وبالتالي انا فكرة ان انت تتعامل مع الطفل طبعا الطفل ليه خصوصية وفي اللغة وفي كل حاجة بس الدراما في اي شكل هتقدمه ليها معايير معينة بعيدا عن فكرة الموهبة انت لازم تتعامل معا ان هي حرفة بتتقنها لها ادوات لازم تبقى عارف الهدف المشروع اللي انت دخله وبناءة عليه هتقدر تخاطب سواء طفل سواء مرأة وسواء ايا كان المشروع بتاعك بيستهدف مين هتقدر تتعامل معاه فانا اتعاملت مع المشروع ده بنفس الطريقة ان انا انا ما كتبتش للاطفال قبل كده ومع ذلك الحمد لله الموضوع طلع بشكل كويس ما كنتش قلقان كده وقلبك بيده كنت قلقان جدا بعد ما كتبت اول ثلاث حلقات او حلقتين كنت قلقان وبعدها قابلت استاذ يوسر الفخراني وهو اللي كان حميبي هو اللي نصحني هو اللي نصحني بفكرة ان انا انا بشكوره جدا يعني هو اللي نصحني بفكرة المراجعين التاريخيين هو اللي قال لي لازم تعتمد على الناس دي ولازم يبقوا متخصصين جدا ومن بعدها الحمد لله بدأت اكتب في الحلقة الرابعة لحد الحلقة تلاتين يعني كنت تتصور انه المسلسل الحمد لله وشكرا ماشاء الله كمان يحقق هذا الكم من النجاح او هذا المستوى من النجاح كنت خايف كنت خايف جدا لان احنا الوقت كان عندنا تحدي الوقت كبير ان احنا طول الوقت بنسجل صوت بهم بيشتغلوا بنعدل كتابة عدنا كتير جدا نعدل في السيناريو مع استاذ محمد عيد المخرج ومع الفريق بشكل عام كل واحد كان عنده وجهة نظر كان بين الهالي وانا بحاول ترجمه على الورق يعني فكان فيه خوف اللي هو يعني يا رب المجهود اللي احنا بنعمله ده كله الناس تحس به ما تشوفش الموضوع اللي هو ايه ده يعني مجرد انيميشن او مجرد زياني ما بنقصين كارتون بيسلينا واحنا بناكل وتمام بقى يلا نشوف المسلسل الجامد قوي اللي بعده خاصة ان احنا السنة دي عندنا يعني حاجات جامدة جدا فالموضوع كان فيه خوف كبير بس الحمد لله يعني ربنا ربنا كرمنا تعرف دوقتي الاطفال بيتنافسه على يحيى وكنوز والكبير قوي طبعا يعني فدي المنافسة الشاري السنة الوقت ولي جيد في الموضوع انه الاتنين بتوعنا اختراعنا كتابتنا افكارنا مبدعينا صنعنا يعني ودي حاجة حلوة طيب المسألة انه انت عارف احنا عادنا لسنين طويلة انا عندي 47 سنة فانا من الجيل اللي شايف يعني كرتون مدبلج لحد ما بقى يعني خلاص تعبت اه 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 انا لحقت الكرتون المدبلج كرتون روسي مدبلج خبال انه كان يعني اه من مقايا فترة الستينين كوري وحاجات كتير وبعدين دخلنا في الكرتون الياباني الياباني طبعا وطبعا الامريكان يحدث ولا حرار طبعا لقد الوقتي فلما بلاقي كرتون مصري حلو ببقعت كده ايه مشرئب بالعلق رفع رصي كده وسعيد وما كنتش متصور ان احنا بعد بكر هنعمل حاجة صحيح فجاء يحيى وكنوز الحمد لله فتح لنا كنوز عرفنا ان احنا المواهب في مصر لا تنضب على الاطلاق يحيى وكنوز بقى هيكمل معنا تلاتين حلقة ولا هيبقى يحيى وكنوز واحد واثنين وثلاثة والله انا يعني اوه دي حاجة بتاعت ربنا ان شاء الله ربنا يسهل ويبقى موجود بس انا نفس السنة دي نكمل نجاح بنفس الطريقة لغاية الحلقة 30 يعني انا اللي اقدر اقوله ان او اللي اقدر اوعد بيه ان شاء الله احنا لحد الحلقة 30 عندنا مفاجآت وعندنا قصص حلوة جدا وعندنا حكايات حلوة وعندنا معلومات يعني هتبقى مفيدة جدا سواء للطفل او لأي شخص كبير لكن فكرة الاجزاء دي بتاعت ربنا يعني ما اقدرش اتكلم فيها يعني الجمع ما بين اليقين بالله سبحانه وتعالى وتوفيقه والتصرحات الاوروبية جدا اللي هو ايه وان اتا تايم احنا نشغالين على البروجيك ده وهنكمله بإذن الله على نجاح وبعدين اللي بقى نكمل والله انا عايز اقول لحضرتك حكا هو مشروع زي ده باعتقد يعني ان هو انتجيا ضخم يعني كبير جدا وده تتلفت وتوصل لكيب ده ما عرفش يعني بس هو واضح انه كتير اه كتير اصل الانيميش المكلف مكلف جدا ومتعب جدا واحنا لقينا كل الدعم من الشركة المتحدة ومن شركة هاشتاج ميديا ان احنا نكمل حاجة ورد جد او يعني هي مش حاجة ربحية بالدرجة الاولى انت بتقدم حاجة انا ما بحبش كلمة توعوية بس هي فعلا هي بتوعي جيل جديد وبتوعي او بتسلي الجيل بشكل لطيف بشكل فيه معلومة بتقدم معلومة فانا اعتقد ان اللي هياخد خطوة زي دي يعني ان شاء الله هيكملها هو بالمناسبة ما فيش كرتون تم انتاجه في العالم الا وكان وراه ميسج يعني صحيح ما حصلتش الكرتون بيبقى رايح لميسج صغيرين وكبار لاثنين وانه الصغيرين دي في يوم الايام هيكبروا ويبقى فيه في وجدانهم شيء اصبح هيعيش معا انا الغد وقت فاكرين بكار زي ما حدرك بتقول بالظبط في احنا وكنوز مصر القديمة التين اسرة زي دا الاسرة صفر يعني بنتكلم على عشرات الملوك والملكات صحيح اخترت على اساس ايه احنا قرينا كتير جدا يعني قعدنا المادة التاريخية كانت اكبر من اللي اشتغلنا فيها كدراما كتير قوي بدأت اشوف انهل قامتها درامية انهل اللي لما هيتكتب هيعجب الناس انهل فيه احداث مهمة وفي نفس الوقت جديدة لان احنا عندنا بعض الملوك والملكات هم اللي على لساننا المصريين طول الوقت حدش بسوت كذا وكذا 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 فانا كنت احنا قدمنا ده بس في نفس الوقت حاولت اروح لقصص بعيدة شوية عن المتداول عند المصريين وبالتالي حتى لو انت خدت مني سطر واحد هتقدر تروح تكمل بحث عن المعلومة وتستفيد فاحنا الاول كان فكرة الامتع القصة الامتع انك بتقرأ قصة ينفع تتقدم في قالب درامي او في قالب درامي ممتع للناس ثم المعلومة مش هزور الأكثر ندرة بس اللي مش متداولة فهمت طب وانا عليه كونا القايمة دي كلام ده بالنسبة لي مطمئن مطمئني لحد الحلقة 30 بل انه تفاؤلي ووصل لحد الجزء التاني بإذن الله واللي انا حب انه ما يبقاش بس مقترن برمضان والنبي ان استطعتم احنا طبعا نشجع المتحدة على انه تخش بقلب بعد هذا النجاح العظيم فتخش بقلب تاني في الجزء التاني والتالت والربع والعشر والتسعتاشر وهكذا الده وقدود يا رب انا كنت عايز نوعه دكتر ده همنا الوقت مع كل ألم وكل أسم بسنة مبسوط وسعيد ومتشارب ومتشارب وانت طيب ورمضان كريم عليك واشكر لي بنيابك كل فريق العمل انا عايز اشكر تمان كل نجم جيه وحط صوته على شخصيات معانا يعني مش عايز اقول أسامي بس وبصراحة بشكرهم كلهم هم اضفوا للعمل جدا صح صح والنزل طبعا احنا عارفين ان جم المصريين اصواتهم دايما منورة الدبلاش بتاع الافلام العالمية نورتنا محمد عدلي كاتبنا ومبدعنا الرائع الرجل الذي فجر لنا مسلسل أكتر من عظيم يحيى وكنوز زي ما قلتلكم في أول يوم اتكلمت عن المسلسل خليوا أولادكم يتفرجوا عليه ونصحتي قعد جنبهم ليس للمراقبة ولكن صدقني هتستفيد لأنها بجد معلومات ومتعة وحاجة لطيفة وشيء أكتر من عظيم خلصت الحلقة لحد كده يا محمد للأسف هنعمل ايه؟ هنقول لكم ايه؟ احنا نتوكل احنا على الله وانتظرونا بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلام عليكم اشتركوا في القناة